احمد حجر وقيس لابد من تركيزي موضع مهم جدا لانهم بيسرقونا بينهبونا بيبتزوا اموالنا بيكسروا ظهورنا فلازم من تركيز رجاعا كل الرجاعنا وما شكس شف تلج الحالي ضروري تساندوني تساعدوني رجاعا ركزوا اليمني المسكين البسيط بيركز ويفتح عيوني على اشياء بسيطة لقمة العيش الروتي الخبز الزبادية الزحاوك وبيفلد اشياء ثانية ما بيركزش فيها ولا بيفتح عيوني موكلوا مؤمن وهذا الذي بيوكلهم ويأمنهم هوله ما بشو عندهم لا شفك ولا رحمة ابدان سراك مقصات اليوم عن نتكلم على احقر واقبح واندل عصابة في اليمن تتميز بالانحطاد والنذالة اكلوا اليمنيين ابتزوهم عمر والقصور اشتروا افخر السيارات اتزوجوا باجمل النساء اجمل النساء لقت احنا معنا الحاصل وهم اها اجمل البدلات الماركات الساعات الماركات العضورات الماركات 1000 دولار وشل نهب وقد معهم عمائر وقصور في اوروبا في الخارج وارصدهم مليارات على حساب الضعفاء على حسابي وحسابك وحساب المساكين الابرياء على حساب اوجاع الناس وآلام الناس عصابه حقيقة بتساندهم جهات معينة وبيدمشيهم لانه يبيد اتيه للجهات هذه كميشنات بتعانيهم بتتتهي لهم وهم بيمشوهم وهم بياكلون وهم بيمتصون عصابة تجار الادوية الذي في اليمن ركزوا معي ركزوا انا ابو الصراحة وضكن بالزمان حلقه للاطفال اسمها ابو الحروف علامة الشتاء وضامة المتة وانا ابو الصراحة اضاك ابو الحروف انا ابو الصراحة اتيه كلمة الحق ولو على قطع راسي لو تصير الجمجمة هذه تصير مقلع مقلع تصير درحلة امشينا الان اتيه كلمة الحق بينا نضبك وان اتيه كلمة تكلموا كلمة حق شاشرح لكم مين البداية المالة بيحصل التاجر بيستورد ادويا من الخارج بيوصل يسجلها الفساد بيبدأ من التسجيل بيوصل يسجلها فالهيئة العامة للأدوية بيجيها عليها تكلفتها بألف ريال نقلها معها حمولتها معها كميشانها معها معها كل حاجة بدوصل بألف بيسجلها بأربعة ألف علشان يقع له ها مش ربح ها مش ربح فالباكت ثلاثة ألف وما بيتيش باكتين كرتون كرتونين بيتي حاويات يعني بيحصل على مليارات ريونة برطة دستنيني نعت كم يا مبالغ بيعمل له ها مش ربح ها مش ربح هذا ما بيعمل به يتي من الرشوات يتي من السيارات يستقضب دكاتر هكذا قليل يمدمح وقراء يفشلهم مؤتمرات طبية ونسوانهم يتي لهم سيارات ويعانيهم وعينات مجانية ويخلي العلاش حكبها مش ربح هذا يتغلغل في السوق يتغلغل يرشي أصحب صيدليات يتي لهم كميات مجانية جنب الكميات الذي بيأخذوها تمام هتقولولي ذا هلأشال هاي العمل يتسجل بها خبلان ولا ما بيش معهم كذا مركزين مفترضون يفحصوا العلاش هذا المفترض كذا هو المفترض ولكن هم بيتوحكوهم بيتولهم كميشنات علامة يومات شاين كوبايشان كوبايشان علامة يومات شاين فبيسجل بيبدأ الفسد من هنا تسجيل التواب كم بيأخذت بعدين الموزع حك الشركة لعند الصيدلي زي الصيدلي مسموح له من الوزارة من وزارة الصحان ويرفع فوق سعر الدواء عشرين فالمية عشرين فالمية سعر من نحنا معانا مناجم من ذهب عشرين فالمية قد بيرفع ذهن كم مجد فبيشل للألة الشاذة من الموزع الذي بيجي من الشركة صعب الصيدلي بيقول لها هذاك صعب الصيدلي مثلا بيشل منه مئة حبة بيتي لتجنب المئة الحبة مثلا عشر ببواكد مجانا من الشركة سعر ألف قنا والتاجر رفع لربعة ألف وبيع لصيدلي بربعة ألف أو أزيد بشويه صعب الصيدلي بيرفع مثلا لها ستة ألف ستة ألف ونص يبيع للمية الحبة مثلا الذي اشترها ومعه عشر بواكد مجانا وهو علاج رديء دواء رديء ذا الحين الربح بيجي من أينه؟ من العلاج والتواء الرديء الشوعة الذي كفاءة الضعيفة جدا أما العلاج الممتاز الذي مثلا بريطاني مثلا من بريطانيا بمثلا العقمنتين هذين ما مش في خراج لأنك بيوصلها عندك وتكلفتين مثلا ستة ألف ما عدت تقدرش ترفع فلا هيئة تسجل ودرفع السعر لأنه يوصل عن صعبة الصيدليا وقدوه بعش رفعة هدعش باثناش فما يقدرش المواطن ما بش يقول أنه يشتري في بيبور التاجر بيقول عد بور بضاعتي فأشل لي علاج الردي الردي علشان أقدر أسجل كما شتيت ويبقى لي هامش ربح هامش الربح به أقدر أرشي وأقدر عشي وأقدر أتي سيارات وأقدر أتي كميشنات ويوقع لي خراج من مليارات تلوريونات أقدر أعمير أقدر أشل بيوت أقدر أعراضي أقدر أفعلي أرص طف الخارج ويوقصور وكذا ويشل جهالي الشجر والهذا والمتل للخارج يكراه أيوة أقدر صاحب الصيدلي طبعا بيبيع العلاج بستة ألف ونص وهو تكل فتأ ألف واشتراه من الموزع بربع ألف يعني مع الربح فيه كل باقت كم ألف ونص ألف ألف ونص إضافة إلى أن مع عجر باقت مجانا شوفوكم يا ربح مع صاحب الصيدلي مع الظالم مع الحقير مع النذل مع التافة طبعا الدكتور نبدأ يعمل رشدة للمريض الشيذي العلاج يصير يشتري هالمريض من الصيدلي الدكتور يقول معنا بريضاني بس يكون غالي بعشرة بهذا عشر أو ثمانية فتس فهذا المواضن يبدأ ركشانات يقول نجيب لك هندي نفس المكونات ونفس التركيبة ونفس المات وفعلا نفس المات ونفس التركيبة ولكن الكفاءة أضعف الكفاءة أضعف أي يجلم بستة ألف ونص ولكن الكفاءة أضعف لا يدعى للشباه المريض أبدا فبيكون حريص صاحب الصيدلي أنه يبيعه ليش لأن مع الربح فكل باقت ألف ونص ولأن مع عشر بواقت وعشرين الربح على حساب أوجاع الناس المساكين المعدمين شوفوا على ظل بيأكلوا حرام صاحب الصيدلي بيأكل حرام وصاحب الشركة بيأكل حرام والموزع بيأكل حرام والذي سجل فالهيئب بيأكل حرام وبيغاواهم في السم بيغاوي نفسه أنه بيأكل حلال حرام أنت بدي أكل حرام يا حقير يا أتاب أنت بدي أكل حرام بدي سرك بدي نهب يعني صعب الصيدلي الدلعي يبدأ يبرم أول ما يقول المريض يقول الشتلك البديل يبدأ يبرم يشتغل عنده يعني أرجل نذالة يبدأ يشتغل عنده أرجل نذالة والتفاها والحجارة يبدأ يبرم يقول وزيه الذي يسرك أحدهم من الجامع نفس الضبط والذي يسرك تلفونه من زوق القائط نفسه عطّه لك أشرف من الصيدلي الذي في الصيدلي أشرف هو لك بيسركو تلفون يعني هذا بيسرق ويربح ويأكل جهاله على حساب وجاع الناس مرض الناس يا ابن الكلب يبدأ إنها بيبير شتي لك الهندي وكذا كذا وهذا هذا بما يخص صحاب الصيدليات نبدأ نتكلم عن التكاترة الحقراء الذي بيبيع ذمته الذي بيسموهما لأكة الرحم وهم ولاسوا وفلس ناحترامي لبعض الأطباء والتكاترة المتميزين والمحترمين ابن الناس أنا بنتكلم عن الحقراء الآن في الشركات الشركات الأدوية الآن معهم ثلاث فئات من الأطباء A و B و C ركزوا وركزوا وقصيني هنا القرين تبيرها ركزيها ثلاث فئات A و B و C A هذا A امتيازة طبعا بيجي الموزع طبعا حقا الشركة اللي عندها الدكتور يقول يا دكتور معنا ذي الألاج نشي تكون تكتبه في الرشدة تمام ويبقى عليك نسبة محترمة ومعائش من الشركة معائشة مرتبات أكثر من المرتبات أكثر من الإيرادة اللي بيستلمي من الإيادة بيقول لك الإيرادة على أن الدكتور بينهاب ويزرقها لمرضة لكن بيقع علي من الشركة أكثر فبه ثلاث فئات A و B و C A هذا الذي مع أكثر من مئة حالفة اليوم هذا طبعا بيتدولها الشركة السيارة ومؤتمر صحفي في مصر أو في الأردن هو مرتين وجهالف يزير في تنوي على حساب أوجاع الناس B هذا ما بيقع علي السيارة بيتدوله يسفروا مؤتمر صحفي تمركس دي طبي صحفي ما صحفي ما طبي في الخارج لحاله وبعض العينات المجانية C هذا الذي أقل من ثلاثين حالة B قلناه أقل من خمسين حالة و C أقل من ثلاثين حالة 25 حالة 20 حالة هذا في التعوى عينات المجاني ودايا وكذا وما إلى ذلك وطبعا الأطباء ثلاث ثلاث فئات في طبيب في عيادة الخاصة حريص على الجود يشتي يكتب للمريض علاج ممتاز علشان المريض يتباخر علاج أصلي علشان المريض وشتي نفسه يقول لك تي الرشدة يتشفوا نفس الألاج علشان حريص أن المريض يتعالج ليش علشان بيعمل التسويق بيعمل الترويج المريض يقول هذا دكتور كويس إن كنت عنده الأمراض وكذا كذا والقبائل وصحاب البلد هذا دكتور حالي ولونو التالي علاج يتباخر ودكتور ثاني من نوع ثاني يكون حريص على الجودة وعلى الربح مثلا في علاج أصلي مثلا بريضاني أو ولا تركي ولا مثلا إماراتي وهو أي الدكتور هذا يوقع على الربح وكوميشن ونسبة مثلا من الإماراتي بيقرر لها العلاج الإماراتي وفي دكتور ثالث الدرجة الثالثة هذا الذي مشه لا حريص لا على أصلي ولا أهم شيء عنده الربح أو الذي يدلقههم في المستشفيات الحكومية المستشفيات الحكومية هذا بيقرر لك أي علاج ولوه احتاج تراب تجار الأدوية قد فاقوا تجار المخطرات قد كانوا تجار الأدوية في المرتبة الثانية الآن قد فاقوا قدوا في المرتبة الأولى الآن عرفتوا من أن بيتطول الفلوس من أن بيتطول المليارات من أن بيتطول القسو من أن بيتطول السيارة الفاخرة من أن بيتطول ملابس الماركة من أن بيتطول القسور والحسابات البنكية الذي في الخارج الأحساب من كل هذا الأحساب هؤلاء الأبرياء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة